أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تسعة عشر ألفا واربعمائة وسبع وسبعين رخص صادرة ومجددة خلال النصف الأول من العام الحالي بنمو نحو ثلاثة وسبعين أو سبعة وتلاتين بالمئة عن الفترة نفسها من العام الفين وعشرين بحسب البيانات الخاصة برخص الأعمال الصادرة والمجددة بفروع الدائرة المتشرة في المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة كما نفذت فرق الضباط التجاريين في فروع دائرة التنمية الاقتصادية بالمنطقة الشرقية والوسطى والمناطق الصناعية سبعة وستين ألفا وثمانمائة وستة وعشرين زيارة رقابية خلال النصف الأول حيث تعمل هذه الفرق بشكل متواصل للتأكد من سلامة جميع الممارسات في المنشآت الاقتصادية في كافة مناطق الإمارة كما كثفت فروع الدائرة دورها خلال الفترة الراهنة بهدف التأكد من التزام جميع المنشآت بالتعليمات والسياسات المنظمة لموارسة الأعمال في الإمارة وعالجت أفروع الدائرة خمسة آلاف ومئة وواحد وخمسين شكوى تلقتها خلال النصف الأول من العام الجاري يتشكل شكاوى حماية المستهلك الحصة الكبرى منها ثم شكاوى وكيل الخدمات والغش التجاري شكرا